السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم هاب الصرفاندي من قناة هاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله بدينا نشوف مع بعض التحديثات المستقرة لواجهة شاومي 112 إيش آخر التحديثات وين وصلت لأي أجهزة وصلت وفيه بشارة حلوة لكم بشارة أندرويد 11 بلش ينزل على أجهزة شاومي اللي موجودة وأنا هاي ومعاي نزل على جهاز معاي الآن بورجيكم الجهاز اللي نزل عليه أندرويد 11 طبعا هذا الجهاز اللي موجود معاي يعني كان جهاز رائع جدا وراقي جدا من الأجهزة الممتازة جدا وهعرفكم فيه إن شاء الله بدنا نيجي أول حاجة نقول لكم إيش آخر التحديثات للأجهزة بس في حاجة صغيرة بدي حكيلكوا إياها في كتير بيسألوني على التعليقات وبرد عليهم وأنا كل التعليقات اللي بتنسألني على اليوتيوب برد عليها مباشرة يعني من حد ما شوفها برد عليها في عنا اللي هو من ضمن اللي هو الناس اللي بتسأل بيقول لك أنا كيف أعرف موبايلي الواجهة اللي عليه واجهة اللي هو النسخة اللي عليه النسخة اللي هي العالمية هالي هي النسخة الأوروبية هالي هي النسخة الهندي إيش نوحة فأنا عملت فيديو وأنا كل فيديو بيقدمه اليوم بقول لك أنه فيه أنا فيديو عملت بخصوص هذا الموضوع بحط لك إياه في الوصف إن شاء الله هو في كبشة فيديوهات اللي هو كيف انت تعرف وين الاندرويد 11 لمين بده يجي وين بده يجي وبالنسبة للواجهة 12.5 وكمان سامسونج كمان عملت لها فيديو بالنسبة لواجهة 1UI 3 اشي خفاياها واندرويد 11 لمين بده يروح هذي كل الفيديوهات هتتلاقي ان شاء الله مجتمعة في صندوق الوصف خلني يجي نبدأ بأول اشي بأجهزة شاومي اللي وصلي لها 1UI 12 اللي تحدثت يعني كل اسبوع فيه تحدثات جديدة بتيجي فانا ان شاء الله هذا الفيديو هيكون اسبوعيا لكل واحد مع جهاز شاومي ممكن يتفرج عليه يعرف جهازه وين وصل التحدثات تابعته طبعا انا بستخدم انه هو الاجهزة اللي نزلها تحدثات كلها جديد اول حاجة Mi Mix 3 5G اجاله تحديث جديد اللي هو 12.0.3 هذا اللي هي هذه النسخة العالمية وفيه اللي هي نسخة اللي هو مؤروم والاندرويد اللي هيكون عليه اندرويد 9 طبعا مش اندرويد 10 حجم التحديث 2.3 جيجا بايت بالنسبة ل طبعا اللي مش موجود التحديث اللي سمع جهازه هنا وما لقاش التحديث بيقدر يدخل على التحديث اللي هو نظام يدوي وانا ورجيتكو كيف النظام اليدوي وكمان اذا انت حابب تشوف النظام اليدوي حاطه لك في صندوق الوصف اللي هو الفيديو عشان تعرف تنزل التنزيل الفيرجين اليدوي هنا الجهاز المي ميكس تري 5 جي فيه عندنا اللي هو كمان اللي هو نزله اللي هو قوتة روم طبعا ممكن تثبتها هادي كمان طبعا الفرق بين القوتة والريكوفري اللي هو القوتة بتكون يعني قبل يعني مباشرة تلقى يعني تكون مثلا 2.03 اللي بعدها ديجي اربعة يعني هي قبلها مباشرة وهنا هعملكوا ان شاء الله فيديو بخصوص هذا الموضوع بعد هيك ريدمي 8 ايه جاي للتحديث الاوروبي اللي هو 12.01 وعندك التحديث اللي هو مستقر طبعا كل هاته تحديثات هاته مستقرة وفيه عندنا التحديث مستقر اصدار اوروبي اللي هو 12.01 اللي هو زي ما حكينا قبل شوية اللي هو للريدمي 8 ايه طبعا فيه منه القوتة وفيه منه اللي هو راكوفري مود 100T 100T Pro نزله اللي هو النسخة الاوروبية طبعا اني انا قلتلك قبل هيك ان النسخة الاوروبية بتكون تقريبا يعني اول التحديثات بتجيها الاوروبي 12.0.18 هذا اللي هو 100T و 100T Pro النسخة الاوروبية وحجم التحديث 2.8 وتحديث مستقر للاوروبي ايضا اللي هو اوتا روم جاي له 12.0.18 اللي هو برضو الاندرويد هيكون اندرويد 10 الان هنشوف الاندرويد ايضا شوان اجا تحديث مستقر للاصدار الاندونيسي لا برضو اللي هو نفس الموبايل اللي هو 12.03 اللي هو 100T 100T Pro وفيه عندنا الاندونيسي برضو الاتاروم وفيه Mi 10 المي 10 هذا الجهاز اللي احنا بنعرفه الان اللي هو فيه عندنا اللي هو مي 10 ومي 11 المي 11 اللي هو نزل باندرويد 11 مباشرة نزلت النسخة الصينية وهي مدوم نسخة في 8 فبراير هي نزله النسخة العالمية ما تنساش تعملنا اعجاب للفيديو واشتراق القناة وتفعل الجرس علشان يصلك كل جديد بما هو جديد هذه القناة Mi 10 Mi 10 الاصدار المستقر الاصدار الهندي الاصدار الهندي اللي هو اخذ 12.2.5 12.2.5 recovery room اندرويد 11 اندرويد 11 يعني اول اندرويد 11 بيجي من شاومي لجهاز شاومي موجود اللي هو Mi 10 هذا الجهاز الجهله اللي هو اندرويد 11 اللي هو 12.2.5 اللي هو recovery room وفيه عندنا تحديث مستقر للأوروبي اجاله اطلع على الاوروبي ايش اجاله هاي تحديث مستقر للذار الاروبي 12.2.4 هذا الاندرويد برضو 11 وانا معايه الجهاز هذا اللي بحكي منه او الجهاز اللي انتو شايفينه هذا هذا الجهاز اللي هو جهاز اللي هو Mi 10 هاي اجاله اللي هو اندرويد 11 خلينا ارجيكو اندرويد 11 هي يوصل له وعشان افرجيك هانا انه هاي موجود عندي هاي النسخة اللي وصلتني MIUI 12.2.4 اللي هو الان النسخة اللي موجودة عندي اللي هي ايش الاوروبي اللي هو اكتشف ماش جديد بجيك هانا اللي هو 2.9 جيجا النسخة وعلى هاي النسخة مستقرة من MIUI على اساس اندرويد 11 فبلش هاي وانا بنزل فيه وصل لعن 38% هانا ببلشت انزل فيه على الموبايل الميتين ويعني انا مبسوط كتير كتير انه وصلني اللي هو اندرويد 11 على موبايل شاومي بعد الميتين فيه عندنا ريدمي نوت 9 برو اجاله الاصدار التركي اللي بيسأل عن الاصدار التركي اجاله الو 12.04 ركاوري روم اندرويد 10 حجم التحديث 2.3 جيجا بايت وعننا تحديث مستقر الاصدار التركي اللي هو 12.04 بس هاي ايش اللي هو اندرويد 10 اللي 281 ميجا بايت اللي هو الو اوتا روم بعد هيك فيه عندنا مي ناين مي ناين اجاله تحديث مستقر جلوبال للعالمي اللي هو 12.04 اندرويد 10 والو اوتا روم اجاله نفس الاشي اللي هو 479 ميجا بايت احنا بخصوص الو اوتا روم يعني ما سيبك منها يعني خرينها في التحديث اللي هو مستقر بلاش انه ممكن تعمل لك مشكلة يكون عندك مش متسلسل وتعمل لك مشكلة في الجهاز فاللي حابب بنزلها ممكن نزلها وانا قلت ورجيتك طريق كيف تنزيل اليدوي اذا مش موجود اذا ما جاكاش التحديث هوائي ممكن تنزله يدوي ريدمي نوت 7 ريدمي نوت 7 اللي هو 12.0.3 اللي هو الاوروبي نوت 7 هاي ينزله ممتاز جدا انا اساس اندرويد 10 طبعا ما فيش ولا اندرويد 11 ما نزل صغير لجهاز واحد اللي هو الميتين وعننا الاوروبي وعننا مي وهي ينزله النسخة العالمية نزلها 12.04 وطبعا نزلها النسخة الصغيرة الاوروبي على اساس اندرويد 10 طبعا انا في ملاحظة بيقولك انه الهواتف التي لم يصلها التحديث للواجهة الجديدة والمدعومة بالتحديث سيفصل لها التحديث فورا وصدوره وسيطم نشره في الموضوعات القادمة ان شاء الله الجمعة القادمة احنا انا بعمل فيديو هذا يوم الجمعة انا ان شاء الله هنزلكوا يا يوم السبت تحديثات مستقرة للواجهة 11 في هاي الواجهة 11 كمان اجهة تحديثات مستقرة اللي هو للمعهة جهاز اللي هو روسي هذا اللي هو فيرجين 1101 اللي هو جهاز الردمي 7 ممتاز هي الردمي 7 يعني الردمي 7 هو احتمال انه يخد كمان 12 في معلومات انه يخد 22 وتحدثات هواتف شاومي التي تعمل بالاندرويد الخام اللي هو MI A2 ها في ايه كمان لها شاومي في اجهز شاومي بتعمل اندرويد الخام المي A2 اخذت global 11.020 اندرويد 10 و mi play اخذت 11.010 النسخة العالمية هذا بيجي على اندرويد 8.1 اندرويد 8 يعني وعندنا تحديث مستقر لهذا اللي هو الخلاص هيك تقريبا احنا تحديثات شاومي هيك حكيناها اللي وصلت لهذا الاسبوع وكل واحد جهازه موجود عرفه واي واحد بدي يسأل اي سؤال عن جهازه ممكن يسأل لي في التعليقات او لي فيسبوك موجود وفيه عندي انستجرام وفيه عندي تيك توك وفيه عندي اش كمان ضل الله كل الدنيا كل وسائل للتواصل الاجتماعي موجود في صندوق الوصف الامور هذه كلها فيعني تقدر تسألني عن طريق اليوتيوب عن طريق اي مواقع التواصل الاجتماعي وبهيك تقريبا الفيديو خلص ومبروك عليكو اندرويد 11 شاومي اللي معه 110 وشوي شوي طبعا الميتن هو فلاكشب هم بدوا من العالي فلاكشب يعني عميتن هينزلوا شوي شوي هينزلوا بالراحة عشان يعطوا اندرويد 11 لاحظين انه اندرويد 11 هانا نازل ما نزلش عواجه 12.5 12.2 واشي يعني بعد هيك هيصي التحدثات على اساس اندرويد 11 وخلص هيك الفيديو خلص واي حاجة بتكتبليها في التعليقات ما تنسوش تعملنا اعجاب للفيديو واشتراك القناة وتفعل الجرس علشان يصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته